أهلا وسهلا بكم يا أعوى وأجمل فراشات في هذا الدنيا إن شاء الله تكونوا بيس صحة كم مليحة يا رب العالمين مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قصص وحكاية نينا إن شاء الله بركتعج بكم القصص التوعي واللي كورنيك لاني جيب فيهم القصة هذه تاع المراهقة والأربعيني القصة يعني شوية صعيبة ولازم نروحوش معها بعيد هذه نصيح اللبنات خاصة المراهقات وهذا كل دائرين بلاي لحيات سهلة وما فيهاش مشاكل نقول لكم هذور هم مجرد قصص وحنا ندو منهم عبرة وماشي كل حاجة نشوفوها والله نسمعوها أراها حقيقة أكيد كاين نحويش بزاف زايدين وأكيد كاين نحويش بزاف ناقصين أعليها حنا ندو غير الحاجة المليحة والإيجابية وما كلا ندو لسلبيات هذوك ونستعملوهم في حياتنا بهم يضروناش خلاص اليوم الحلقة الأخيرة ولا الجزء الأخير للمراهقة والأربعيني إن شاء الله تبعوا الحكاية للآخر وأكيد رح تدونها عبرة قبل ما نبدأوا الحكاية تاعنا ما تنسوش الصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ونبدأوا الحكاية تاعنا وتقل الهات بعد ما كنا راقدين لقيتها ثمانية تعليل ايه وش رقدنا هذا شفته ونقيته ومحظن أنسو راقدين نظتنا رحت لددوش لبست أوروبا سام بالحقا وما كي تخفيف حكمت شعري كوجي فالو رحت نوزته قال ليش هالساعة قتله ثمانية قال لي يا لطيف وش الرقاد هذا؟ هذا نوز نوز أنس قال له نوز باباتي نوز نوز أنس هو رح ددوش هكا أوجا هز أنس لي ما زالو نعسين بارك أبقى يبوس في هكا أبقيت نشوف معاها مانايا قال لي يا ركت شوفي كيف شرها راقدة قلت له ايه قال لي والله العظيم ما حبي نوز قال لي يا انت يا مش دايروس ان انت يا على الرقال حت انسى مينك رقدنا هكذا قلت له في قلبي انا مغناطي استعرقات هذا Platha المسمى ان لا تحتاجل من يطلقات تحتاجن من الي √g ونستعرقات انا من حد兩ل لم أسأل الرقم القياس ماذا تعيق الأدي As Mad た قلقت اخواته من بابه وانسا خاوته بناتهم قاعد تماما ومعجبهم شى الحال كاعد هذا وانا هبطت عندهم بصحش كونت قدرت اقدره مهاية وسبح دياليم هاية وهو راح قاعد مع امه وليله وانا سلمت عليهم كامل ورحت قاعد معاه وليله والعجوز قتلي مرت بابها هذا وانا هبطت يالين لعدنا قلت هالي بضحتها هكا زع ما رجعتها لها انا بنفس لفاصوتها وضحكت هكا هي ثانية زع ما ضحكت قلت لي عندك الحق فوزي تخنزر فيها هكا دورتنا وجهي خليته بقوي معني وهكا ويضحكوا زع ما وانا نرجع بنفس لفاصوت تاحهم وننجح فيهم حتى انا فمي خاطيني فوزي عايط له وصاحبه قال لي لاني خارج اراح خارجها فوزي قلت لي ورش باباتي قلت له ابعث لي زوج بيزا او كوكا وزليعة قال لي زوج بيزا او كوكا وزليعة قال لي زوج بيزا او كوكا وصاحبه قلت له واحدة بارك انا مريضة بالزليعة نموت عليها موت قلت لي يا اخودي نجيب لك ونجي قاعدتك نستنى فيه في الكوزينة قلت لي زوج بيزا او كوكا وصاحبه مليانا شوكولا وهكا شبس نوغا يعرفني نحب سقايد هذا قلت لي اطلع شمبرتك وكولي وحدك قلت له علاه رح ناكل هنا يا قلت لي باباتي خذ يا راي اطلع شمبرتك وكولي بلا مشاكل ثانية القتل ضحى مقودة انس تاني قوت وانا من يدو هكا قلت له بصح رح ندي اولادي معايا ماضي يضحك هكا قال لي ادي برك بصح اصبري ينزل الكم ما تكفيكمش قلت له ضحى بابا انا تعشيت اخرجوا هكا وطلعت انا وضحى وانس الشمبرا قلت لنا ووكلت انس وتحرقتها هوا قلت نحنا نتفرجوا انا وياها في علامة السلسل قلت لحدش قتلي ضحى انا نهبط نرقل كنت رح تدي انا سقط لا اخليه برك هيا هبطت وانا لم يتلبوا بال هذيك وليحت الخيمار على راسي واهبط رميتها اسمعت صوت فوزي في الشمبرا يهدرها كامها ليلا والعجوز دخلت انا عليهم على الباب شفت واحد قاعد معهم زربت خرجتها قال لي فوزي دخلي دخلي برك عدلت خيماري ودخلت قال لي هذا ياسر وليد خويا اول مرة شوفو حتى هو اول مرة يعني شوفني من العرس فوزي ما جاهد مجاش عدنا ديجا ماشي هايش هنا يا هايش عن دخوله سبحان الله نسخة من فوزي تقول وليدو نفس الملامح نفس الاطاي نفس الطول نفس القاعدة حتى الخزراء كيف كيف لحت عليه السلام رجع لي هاكا قال لي فوزي يا شكون هذي قال لي فوزي المادام قال لي ومت خمس خرج سقسيني هكيش حال في عمرك انتي يا جاوبتو قال لي يقل مني بعام قال لي فوزي والله يا عمي يا ما راك سهل قاعدت لولي لا شوفت عمك يخدم في السر قال لي فوزي بصحتك جدد جاببك معاها وبقى وساهرين هاكا انا غريبا سيكتا خوفت نقدر ونوضنا بحككا من بعدين يقول لي هاكا يا فوزي اللقنا اشتها الليل اخرج هاكا روح ولي لو لعجوز رح رقدو قاعدت انا وياه قال لي ارقدي عندي قتلو لا لا قال لي ارقدي باركو ابقينا نهضرو هكا وطحنا في السوجي تاعها ياسر قتلو يا يشبه لك بزاف اعلانيتي قتلو الله يبارك يقتل في الزين انا غير قلت هاكذا قال لي الهام اخرجي هليا قتلو اعلانه قال لي ما تخارر بش فيه بزاف انكسر لك فمك وقيله قتلك وش درت قال لي كيف تقول لي يا يقتل في الزين هذا قتلو من بعدا نكذب عليك ايه حقيقة يقتل في الزين ولا غيران انا قصدي زعماء غاركية قتلو شباب هو فهمها باللي قصدي غير من ياسر كاعد شباب عليه طهر عندي هاكا اعطاني كف قال لي انا غير من وليد خويا اه قصدك هو شباب عليا وانتي يا عاجبك الحال كاعد صغير وشبابه كل نهار يزدني بتخمامه اه وش بهذا رجعوا لي جان هذوك الصغار عقدة حياته ملقيت منهضر خرجته انا نبكي ما على باليش نبكي كي ضربني ولا كي شك فيه دايموني شك في حبيلي ما على بالوش باللي انا من وراه ما نشي نشوف الرجال طلعت هكا شمبرتي بدلت اتغطيت انا وانس ورقدنا على زوج هكا اسمعت انس يبكي قلت له وش بك قللي يا عطشت قلت له دك نجيب لك هكا ما تبكيش بسته وهبط للكوزينة جبت قرعه وكاز جيت طالعه هكا للدرج قللي وين كنتي قلت له في الكوزينة وين راح نكون قللي وش ديري ثمه في هذا الوقت ملكوزينة قلت له جبت المل انا اسبرك وطلعت درت روحي مش شوفه لقيته ما زالي شوفه معايا قللي اطلعي اطلعي واش تستنعي اطلعت هكا قلت وش بيه هذا دخلت مديت له شرب وغطيته وبقت نخمم عليه شك فيه هكا بلي منحبوش وكيفه نثبت له بلي نحبوه لا خاطر الشك هذا ما راحش يخلينا نعيشوهانيين صباحه بط فطرتنا قلت لي ادي الفطور ديتلو دخلت هكا ديك لا صباح الخيل لاولو قللي واش بيت معاك وقيله ما هدرتش قللي راني نهدر معاك اهدري قلت له به نهدر كلمة ونديعلي هكف ما نهدرش خير قللي اذا الهدراكي متاح البارح متاح تريش على خاطر البارح كف الخطرة الجاية نكسرلك فمك خرجتها كجوز نفس الروتينة على الثلاثة لقيت ابنات ليلا راح يخرجوه معاهم حانين هذي كلي هادرت بالتليفون التاعي وضربني على جالها قلت انا نخرج معاهم نحوز ونشري حوايج بصع على بالي ما يخلينيش سيغتوك يعدنا مديبزين قلت ليلا اتحاولوا راح عندوها كمحبش جت قاتلي محبش راح تعجوزتي عندو من بعدها جت قاتلي قللك ارواحي رحتها كدخلت عندو قللي حابة تخرجي ايه قلت له ايه قللي علاه قلت له راح نشري حوايج يخصوني قللي شوفي ان خليك تخرجي بصح تلبسي المسطور نلقى حاجة منك مفصلا كصير لك عظامك الماكياج ما كاش تمشي معينيك في الارض وبلا ضحك هذك الزيادة وكي تخرجي فوتي عندي نشوف اسكو لبسة لبسة مزيرة ولا لا 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 ولبستك من اليوم ما كانش اللي لكوالير هذوك من نوار ما تزيدش تلبسي حتى حاجة اخرى قلت له في قلبي دي جاء انا يخرج علي غير النوار كيعد يهدر مهاي هكذا قلنا نضربه بطاوة ولا بحاجة نقصره فمه ولا وجو كامل نخصره له قال لي فهمتي ولا لا لا اسكت قال لي راني نهضر معك فهمتي ولا لا لا قلت له ايه واجت خارجه قال لي عندك دراهما قلت له ايه قال لي من يجيبك هذو قلت له انت اللي اعطيتهم لي قال لي واختيش عطيتك هذو انا قلت له كي كنت في دارنا اسكتها كوي خرجتنا قلت له ابنت استنى ونلبسه ونجي طلعت غير فندوته كريم غي سيل لدرت غجولة امسحته انا كنت أفعل مكياجا بالغجولة انجي كي منصص الدماء هذوك هههههههو نان قلت له ولكن نخلع لي كنت في غجولة لقد قمت بها خفيفة بالحزام التاحة الفوق ونوض عندي كسرني صح درت خيمار نوار باسكت نوار وهزيت ساكي وخرجت ورحت عنده بقى يثبت في لبستيها قال لي وهذه عليش ضيقة هكا قلت له مش ضيقة قال لي من فوق قال لي ملا ارخ في هذك الخيط باتولي مليحة قال لي هكذا قلت له منيحة قال لي مليحة المهم قال لي مكلالها دراوض ضحك برا هذك قال لي واش درت في وجهك قلت له تاعد شمس برق قال لي ادي تليفونك قلت له ما عنديش قال لي يا وره تليفونك قلت له لابس كسرتها وتليفون تكسر قال لي من بعدات اني تليفون تاعه هو عنده زوج واحد تاخد ما واحد تاعد دار قال لي بلا ضحكة كيش ماكين هيطيلي قلت له ايه كراني تاس صح هذا بصح قلت والله غاينا خرج وخلاص خرجنا انا وليبنات ليلى والكلب هذيك تحانين المهم خرجنا هكا وبدنا نحوسوا وندوروا وراكم تعرفوا الديرونج مو هذيك براء ديرا حالة حالة اللي نفوتوا عليه يلوحنا كلمة مره ليه مره واحدة من لبنات هما معلى بالهمش ميانا خوفت منفوزي ما القريمة همش معايا وما شافنيش بصح دالي الرعب من المواقف اللي كما هذو دايما مرعوبة منه على بالي ما يفهمش ويتحول ولي شيطان وكاين واحد تعرفوا بنت ليلى من اللي خرجنا من واحد الحانود وهو يتبع فينا ويحوز يهدر معايا ويقول لي اعطني اني ميرو التاعة احنا نمشي وهو ورانا ولي تزربتنا في المشي هذيك دخلت لي الرعبة من بعدها اصبقنا وحكمني من ذراعي قل لي احبسي نهدر معاك انا تقول لا اضربني تريسيتي منها كيحكمني من ذراعي ومنها كيخفت منفوزي يخرج هكا ولا غير نموت انا وياه هنايا طبحته قلت له نحية الدكالية ما تشينيش خلاصة قل لي اصبري نهدر معاك قلت له متزوجة احشب على روحك ومشيت هو ما زاله ورا لابرك انا ندمت قلت واش الديني انا خرج ما عرفتش عالا يطرحوا علي اولاده وبنت له حرام هكذا وليت نطلب في ربي نوصل برك سموت لينهاري كامل وحانين قالت راح نروح لدارنا وروحت لدارهم انا ومبردش قلبي خلاص حتى وصلنا دخلتنا هكا انا طلعت للفوق وبنت لي لا قاعد والتحت روحت بدلتوها بطناء لقيت ليلولا عجوزي ديرو في العشاء وبنت يغسلوهاكا روحت عاو انتهم من بعد قتلي لي لا قلتي الفوزي على هذك اللي ديرون جاك ولا قلت لها كيف ها نقول له هذا خفت قتلي قولي لو انتي اخر ما يسمع من غيرك سيغتوكي كانت تحانين معاك اما ها كم خافك اش ما تزيد في الهادرة ويوصلوها الفوزي يقلت لك زدت خوفتني كثير وكثير قلت لها خايفة كيف ها نقول له قلت لي نورمال قولي لو كاخرش ديرون جاني واحد برا خير ما ادل لك حانين دقيقة هي وخطا قلت في الليلة يروح للغاشية كامو نقول له ذكره عنده الغاشي بقيت نستنى ناف الغاشية بركي يروح بها نقول له وخايفة يقول لي علها ما قلتي ليش لاشية ولها معايتي ليش كي ما كنتي برا يك وسيتك جد حانين هاكا المهم تعشى الغاشي كامل روحو قلت انا كي كن واحدو نحكيلو خليته وولي له وبناتها ونعجوزه حانين قلت نطلع لتدوش هذك هو هما يرقدو انا نحكيلو قلت ما طلعت خمس دقائي قبرك سمعتو حيط عليا حكمتني الخلعة ولت نرجف تلمو ونعرف عقلته في هذو الامر ولت كي حيط عليا نرجف اوتوماتيك مو هبت تلقيت غير حانين والعجوز ظاهر الليلة والبنات رقدو شفت مع وجهها كان تقول شيطان ماشي فوزي دخلوا ورايها كليلة وابناتها قلت لي اروحي هنا دخلتنا قلت ليش كنا ديرون جاك هذا برا قلت له واحد من اعرفوش قلت لي وش قلك قلت له نيميرو قلت لي زيدي قلت له احنا نمشوه كأهو نمشوه وورانا من بعد احكمني مذراعي قلت لي حكمكم وهذر تيشا اعطاني كف قلت لي هذوين تقولي لي وقت شمعو لا تقولي لي قولي برك وعلى حيطيتك تليفوننا ياخي وصيتك ادخل الشيخ القاهي عيط عليها وبنات ليلا يقولولو خالو هو اللي تبعنا وهي ما شافتش كامل فيه حتى قالهم هو تعرفوها قلت له واحدة من بنات ليلا خو فلان اراهم والفي ايدورهنايا قال لي مني يوم تزيدي توصل العتبة بتاع البيب الرجل اللي كان كسرهم قلت له العجوز بعقلك برك وهي عليه وش دخلها مسكينة قالها كيفه بعقلي برك ومرتي يا ايدورون جي وها في الطريق وانا را قدل هنا كيل كل بتاع الشارع قالها كيفاش هذا هنا وبدأي عيطاك على يماه وانتي يا السبا جيتي تقنعي فيها قلت لك مكلاه راح تخرج ورح يتبلوها بصح انا الغال لي خليتها تخرج وانا كنت عارف وش راح يسرع عيط لوليد ليلا قالوا تعرف خوف لانا ظاهر عكا قالوا نعرف ايه قالوا ذوكا تحوس لي عليه وينو وانا جايك ذوكا يما هتقول له يا وليدي خلاص وبركة من المشاكل هذو قالها وشنو مبركة هاذا الطحن كما هاذاك يحكمني مرتي في الطريق اقسم بالله وما انكسروش ما نيش راجل وما نيش فوزي وراح اخرج بقينا نستنى فيه وليلا تتدابز في بنت عكا قتلها عليه قلتي له قلتي له وما نعرفو شو خلاص تحبو تباصو وخالكم ما حكذا مرجحش حتى للثلاثة القانو نستنى فيه هو دخل انا خرجت طلعت سمعت وغر كي قال لهم كسرت وتكسار وليدي الكلبة كيفاش يتلاح للمرتي انا فات يامت على هذك النهار ما نهرت روش معا بعض هو مقلق وانا كيف كيف من بعداتنا حالو الزعف و ولا يحاول يهدر معايا مئة نقل قلبة خليقتي ضربها واحدة ودي جاء وليت اللي نشوفو نشعل فيه خواتاته وبناتهم يوميا ثم كنت من قبلها كنت نسمحهم ياها دروع لي ولي معنوها كساعة نرجع عليهم وساعة نسقط علاج الفوزي هو يقول لي يا بلا مشاكل ذو كانا اللي تقول لي كلمة نرجع لها عشرة ونشعل فيها ثاني وليت أنا اللي نتبلى هو على بيلوبيا مرة يدخل ظرفيا مرة يعيط يقول لي يا اسكتي مرة يضرب النح وانا دي جاء حابة غري يسمعي يسمعني كلمة ولا غير نقلب عليها الدار ونصد ونروح ونخلينه ودار هاكذاك وحدها لاشي يدخل القانا أنا واختوني ندبز وحكا ونتعايتو قلنا وش بيك ونتعايتو هاكا قلت لأخت ومرتك ما نعرف وش بيها تاكل في روحها شايف معي عرفني أنا اللي غالطة قل لي يا اطلع شو مبرتك طلعتها كادخلت القيت وجو رايا قل لي انتي يا وش بيك ليامات هاذو قل لي ما بيا والو وما عجبتكش حالتيا وما كش حاملني اديني لدارنا اديني لدار بابا قل لي الهام احشمي على روحك راني غير نسيز فيك قل لي كي ما نحشمش راح تنوض تضربني وقيلة ودخلني نسبيتار كالعادة ضحكك قل لي دي جاء دير في يمزية بهنا اطلق من اول جلسة قل لي حتى أنا على بلي بيك تدري في المشاكل بالعاني بيت خليني نضربك وتروحي ديريكت تروحي من بعدها اعطاني بطاكة تليفون قلت له واش هاذي قال لي تليفون قلت له على بالي قال لي تليفونك جديد وفيه لابيس حكمتها كا حطيته على الكوافز ابقى يشوفه معايا قال لي والله غير مهبولا انت على الصح قلت له ضلقني اضحكك وراح مخرج قلوا واشرطوا موبيل جديدة لقىنا انا والعجوز وليلا قالنا هيا ندوكم ندوكم تضربوا دورة وتجوب الطوم بالجديدة واشوف معايا قلت له وليلا والعجوز اصبر نلبسو ونجو هما راحوا وانا بقيت انا وياه قال لي ما تروحيش قلت له من اروحش قال لي اعلا قلت له مني شي حابة قال لي كي ما تحبي مالا انا بقيت نتفرش في تيفون واشوف معايا ما طلعتش جاء عراسي جاءت لي لو العجوز وضحى قالت لي العجوز ما تروحيش قلت لها لالا وخرجتها اطلعت لشمبرتي نظر نبكي كي قال لي ما تروحي ولا لالا ما بغيتش وكي راحوا نظر نبكي واحدة وحدة دخل هو وقاني نبكي ناضي اضحكك قال لي والله غير عرفتها باللي راكي تبكي جاء تظن قال لي هيا تروحي انا الخرجة هذي دلتها لجيلك انسي قلت لها لالا احاولي ياكا ما حبيتش قال لي كي ما تحبي مالا بالصح والله انفوت العلس تعانس بارك ونديك معي لتونس وانفوته ثم ايام تروحي ونروحه بعدتوا علي قتلوا وابعد علي يا بارك وراح حقا تعالشي وبره وانا جاب لي معاها ملاشا قلت لها من اكلش قلت له جستية احكمي احكمي علي وكولي خل من وجهه قلت لها عندك الحق احكمت عليه وقعت نتحش وهو طلع طلع الشمبرات كملت ورحت للدوش بحنت وضع انا دخلته ودخله وراي للدوش وقفل الباب واش بيك هذا اهلا تقفل في الباب قل لي اسمعي خلينا نحكو الوقت اشتبقي هالزيش نفتك وما كيش تهضري اواربا مني وما تحكيش معايا قلت له ما نحكي معاك ما تضربني وتوصلني للسبيطارات انفخاك ومسح شعره بيدو تقلق قل لي انتي دايما تخافي وما تهدري حتى نتقلق انا وندير لي ما تندرج منحب لنفهم قتله انا وقتلك خلينا نتفاهمه ونروح ونطلقه بالتراضي وكل واحد يروح في طريق ما نشرح نتفاهمه قل لي واش قلت لك على الهاضره هذي بلعفهمك وطلق هذا تحلمي به نقل لكم ونطلقك شفهمتي والله لا لا قلت له ها ما فهمتش قل لي انتي تفاهمي بالقوة ما تفاهميش بالهاضره قلت له شوف انت اللي لازم تفهمني قعدها كاا يشوف في قل لي واش بيك عشرة تديري هاكذا تعرف نحبك ونقدر بلايبك وقت تفاهمني وتحني عليها وتحسي بقلب إيراني مكوي عليك لماذا دايوون المشكل لماذا الناس هذور معايش نورمال المهم نكمل هاكذا نيقاش حتى ان افوتو آخر بعد شهر هكذا يسطر فيك شيء بصح ما فهمتش على استنيت هزمانة ما والو ما ابطتش من بعد قلي نديك للطبيب ورحنا دخلت انوية فحصني كقلي مبركة عليك يا مادام ركي بالحمل وبزوجته مثالي ما بنوش مليح بالصح قال ركي بالحمل مت بالفرحة حتى هو رامي شفته فرحان هكذا من بعد روحنا هو كل دقيقة يقول الحمد لله يا ربي ربي فرحنا المهم رحنا خبرنا العجوز والشيخ حتى هما وفرحوا نطلع جزة صغرت في هذك اليوم دلنا العشاء ورط حتى الجوالين ويتعمهم المهم فات هكذا بيان وانا أسمع هادرت باهم يسر وش المشاكل هكذا بيننا وانا ما نتهى وش بزيف وقوات علاقتنا كي نقصو المشاكل تتاوعنا صح وما زلو يغير ويتوسوس بصح نجيه قتلي عندك تواب بل زوج ابنت فرحنا هكذا كي خرجنا من عندها رحنا حوصنا ولم روحنا حتى في الليل تهشينا وروحنا وما بعد وقت هنا ويا دير الجي الباب قلت له ما نديروش يا أخي نلبس غير المسطور قال ما لا ما تحبينيش ودير شنوف هكذا شفت فيه من بعد قلت له صايي كنعد نخرج نديرو قال صح قلت له هاي قال صحي بنتي هاكذا نحبك وهكذا كم نتعلاقتنا نتهاي وشوف بالصح نحبه ونموت عليه ان شاء الله هبارك تستفيدوا من الحكاية تاعي وتدوا منها عبرة خصوصا في المواقف الصيئة اللي درتها كما شفتوا يعني الحكاية تاعي مليان اخطأ كنت اهلا منعرفش ونتعامل بكشغل واحدة جاهلة وواحدة حابة انها تحكم في الراجل بصح هذه الحاجة خاط اهلا الراجل في بلاستو ولمراء في بلاستو مهما طلعت المراء مثل ما كنش منها تطلع على الراجل ومهما كان الراجل قوي لازم ما يتقاوش على المراء وهكذا يقدروا يعيش يعني في سعادة لازم تعرف انتي كيف يتنازل ويتنازل اعتقدوا تنشئوا عائلة ولا لانا تكون نهاية الفيديو ان شاء الله ستمتعتوا بالحكاية لابنت وما تنسوا اشتراك وشترك 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 كما كما تنسوا وصلا الناس الذين لم يتم اعبوني في القناة قل لك اعبوني وبرتج الفيديو كامل لازمي